بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة بمهداء يوم السبت يوم أصحاب السعادة يوم بنفتح فيه أبواب للسعادة للمقبلين على الزواج وكمان للمتزوجين اللي عايزين نطوروا حياتهم وحياتهم تبقى أكثر نعمة وأكثر ذوكة لحلاوة نعم الله سبحانه وتعالى بالمواد والرحمة في جزواج النهاردة نتكلم عن مهارة في الحقيقة هي ليست مهارة زواجية فقط وإن كانت هي مهارة زواجية باقتدار وبامتياز ولكنها مهارة حياتية احنا عارفين قوله تعالى بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة لما نيجي نستبصر في حياتنا كده ونبص في حياتنا هنلاقي حاجة مهمة جدا جدا هنلاقي فيه ناس عايشين جوه الحياة وعايشين كل الحياة وناس عايشين على هامش الحياة فيه ناس عايشين علاقتهم بشكل صحيح وبشكل كفء وفعال وفيه ناس بيمر عليهم اليوم والاتنين ما يحسوش أنهم أزواج إيه الفرق ما بين الاتنين؟ إيه الفرق ما بين واحد حاسس كل يوم أنه هو الصبح بيحس بنعمة الجواز بيحس أنه هو يستطيع أنه هو يحيا حياة مليئة بالأنس مليئة بالمودة مليئة بالرحمة في كل التفاصيل اللي بيعيشها وشخص تاني ما عندوش ده شخص بيحس أنه هو يا أنا خلاص بقى عندي استقلال في حياتي أنا قادر أساعد حد على أنه يبقى سعيد الله أكبر أنا بقيت رجل حاسس برجلتي لإني أنا مخاطب بقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياتي أن الحمد لله قادر أرعى حد وأحسسه بالأمان فأحس بأننا عندي معنى من معاني الرجولة الغائب عند كثير من الناس وهي تحس أن هي عندها حد تستطيع أن هي تقول أنها بتعبد ربنا سبحانه وتعالى في أن الشخص ده يبقى سعيد وحاسس أن حياته بالجواز بقى فيها قيمة إضافية لا ده إحنا كمان في حد ممكن ياخد بحسي لا ده أنا كمان حاسس بتفاصيل أن في حد مشتق لي وأنا مشتق له أنا حاسس أن البيت بيكلمني أنا حاسس أن البيت كله كله يقني فيه بيخليني حاسس بأن أنا ابتدت حياتي من جديد هو ده اسمه إيه؟ المهارة دي اسمها إيه؟ أي دي مهارة ولا إحساس؟ الحقيقة هي مهارة بتجلب لنا إحساس السعادة المهارة دي احنا بنفتقدها في حاجات كتيرة مهارة دي بنفتقدها في كل حاجة بنفتقدها حتى في الصلاة الواحد يدخل الصلاة ويخرج منها كأنه ما صلاش بنفتقدها حتى في فعل الصداقات بنحسش بيها هي كلمة ما بنحسش بيها دي وهذا أثر عدم وجودة هذي المهارة المهارة دي اسمها مهارة الحضور الزواجي إن الراجل يبقى حاضر في حياة زوجته وإن الزوجة تبقى حاضرة في حياة زوجها وهم الاتنين حاضرين مع بعض في حالة اسمها الحالة الزواجية إزاي الكلام ده؟ بتجد رجالة كتيرة تجدوا كل الحاجة اللي بيعملها تصيب قلب مراته فتصيبوا بإيه؟ بالفرح يجي يتكلم الكلمة تقول له الله اتكلم هي تيجي تعمل التصرف يقول لها ربنا يخليك ليه؟ أنت خليتي حياة تتغيرت إيه الفرق ما بين إيه اللي بيخلي الناس بتوصل لده؟ الحضور هو ده الفرق ما بين واحد بيروح الشغل وما يعرفش هو راح إزاي والفرق إن واحد طول ما هو ماشي بيتأمل وشايف أشياء كتيرة من نعم ربنا بتحصله وده الفرق ما بين إنسان وإنسان ده الفرق ما بين شخص عايش حياته كاملة يعني أنت وحضراتكم قاعدين بتسمعوني إيه الفرق إن في واحد بيسمعني وهو معايا في كل كلمة أنا بقولها وحد بيسمعني دلوقتي هو حاسس إنه هو الضغوط متركمة عليه والضغوط واخداه مني والضغوط مش بيخليه يقادر يحس بالله أنا بقوله إيه الفرق ما بين الاتنين؟ الحضور الحضور يا سادة هو اللي بيخلينا نعيش حياتنا حياة كاملة وعدم الحضور هو اللي بينقص من حياتنا في ناس كتيرة بيبقوا قاعدين مع زوجاتكم وما تحسش بوجودهم وناس كتيرة مجرد دخوله مش عشان هو عنده كارزمة بس عشان هو عنده حضور هنلاقي شيء عجيب حاصل وهو إن الإنسان الحاضر إيه اللي حاصل؟ بيشوف حياته كلها مليانة بالجمال مليانة بالتفاصيل الحضور يا سيدي إن أنا أشوف اللبس أحس باللبس وبيخليني جميل ونزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول من كان له شعر فليكرمه فلإيه يا رسول الله؟ يكرمه يعني إيه؟ يعني أنا وبتعامل مع شعري أتعامل معاه كأنه إنسان يعني الجزء مني فأنا بكرمه فأحس بإن أنا كريم أنا وبالبس اللبس أحس إن أنا مستور أنا وبتكلم الكلمة أحس إن أنا ملهم أنا وبتصرف التصرف أحس إن أنا محفوظ مش خايف كل ده مش هيحصل ما بين الأزواج غير لما يكون عندهم مهارة الحضور مهارة الحضور في حاجات كتيرة بتكون بينة في جسمنا أقول لكم مهارة الحضور اللي خلت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة مهمة جدا مهارة الحضور هي اللي خلت رسول الله بي أبي وأمي يكونوا في مهنة أهله حاضر في البيت حضرة النبي فحاضر في البيت فلما حاضر في البيت ما حضرش في البيت على إنه نبي بي أبي وأمي صلى الله عليه وسلم وهو النبي في كل أحواله أنا من الناس اللي بيعرفوا أن رسول الله وهو زوج هو زوج نبي فهو زوج يرسل رسالة النبوة عبر الزوجية لكن حضرة النبي حاضر في البيت كزوج فإن اللي حاصل فهو في مهنة أهله يعمل إيه يعني أنا متخيل أن رسول الله حاضر بكل قلبه وهو بيرفق ثوبه هو بيرفي ثوبه هو حاضر حاسس بالتفاصيل اللي في إيديه وكأن الثوب هيتنور بنور الحب فينتقل الثوب لما تشوفه السيدة عائشة تشوف الثوب كده ينتقل لها الحب لما إنسان يكون حاضر بتنتقل المشاعر عبر الأشياء الحضور وكتير بيبقى الناس عندهم الاحتياج لمهارة الحضور دي وبيحسوا أن هم مش عارفين يوصلوا لها هو مش عارف يبقى حاضر مع شرك حياته عايز يقول له حاجات كتيرة مش كده عايز يقول له حاجات كتيرة ومش عارف هو حاسس أنه هو مش حاضر وعشان كده بيجي قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم موادة ورحمة جعل في حضور تحضر الموادة ورحمة وعشان كده عبادة الحضور دي في الزواج ومهارة الحضور في الزواج دي أنا بسميها المهارة المظلومة والعبادة المظلومة العبادة المنسية والمهارة المظلومة مهارة مظلومة احنا ما بنعملهاش من مثلا الحضور صلى الله عليه وسلم حضور رسول الله سأم كان رسول الله يحضر مع السيدة عائشة حتى ولو كان لا يتكلم فشوف السيدة عائشة إلا حاصل تقول حتى رسول الله يقول كده لا تكلموني عن عائشة فإنه لا يأتين الوحي إلا وأنا في حجرها يعني أنا هناك حاطة رأسي في حجرها إيه دا؟ دا حضور السيدة عائشة تقول من تقل رسول الله إلا وهو بين صدري ونحري دا حضور التلامس دا نوع من أنواع الحضور لكن إن الناس يكونوا موجودين محدش حاسس بالتاني فمثلا من مهارة الحضور إن أنت لما تيجي تكلم زوجتك أو شركة حيات شركة حياتك وزوجتك ولما تيجي تكلمي زوجك تبصوا في عينين بعض دا حضور مش إن أنت مشتت ولما تيجي تكلمك تقول لها أنا سمعك آه أنت سمعها آه أنت سمع ترددات صوتها بس أنت في الحقيقة مش حاضر معاه وهي كمان مش حاضرة معاك هي لما بتلاقيك مش بصص لها بتضطر تفكر أشياء كتيرة جدا هو مجغول بغيري آه هي بتتتشتت هي كمان خرجنا ولزيك الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنة يعني لازم أنت بتتكلم مع الناس توصل لهم الجمال فالحضور أنت تكون متصل بالناس دي مش مهارة اتصالية بس دي مهارة حياتية في كلام كتير جدا 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 ممكن يوصل والزوج مش مخلي زوجته تمشي وراها لكن ماشي جنبه أو هو ماشي وراها لما تكون هي محتاجة أن هي تكون تحس أن هي حد في ظهرها كل المعاني دي ممكن توصل لشريك حياتك لو أنت عندك حضور يبقى من أول الحاجات اللي بتحسسنا بالحضور الأشياء الجسدية أن أنت لما تكون مع شريك حياتك تسيب اللي في إيديك سيبوا اللي في إيديكم عشان تكونوا حاضرين وبصوا في عينين وبصوا في عينين زوجتكم وبصوا في عينين أزوجكم عشان تكونوا حاضرين أنا عارف أن كتير منكم مش عايزين يعملوا كده لأن شايفين دا تقيل عليهم قوي لأن أنت حاسس أن وجودك في المكان دا وتواصلك دا تقيل عليك تقيل عليك ليه إما لأنك أنت مش يلاقي كلام أو أنك أنت مش حاسس أن الكلام ليه فايدة لا لما عتكون حاضر عتلاقي كلام لما يكون حد بيحب حد الكلام بيجي لوحده لما حد يكون عايز يبقى مع حد بيحس أن الدنيا بتتفتح له والأبواب بتتفتح له والكلام بيجي على لسانه وعلى فكرة الحضور زي بقية المهارات زي بقية المهارات بنتعلمها وبنحاول وبنغلط وبنتعلمها لغاية ما يبقى عندي مهارة الحضور من مهارة الحضور مثلا أنه لما أتكلم أنه لما أتكلم مع شريكة حياتي مع زوجتي أتكلم وأنا قريب منها ما يبقاش أنا بعيد عنها لأنه ده أنواع من أنواع الحضور مش حضور جسدي بس أنه لما أتكلم أنه أنا أمدي إيدي وألمس إيديها عشان تحس بقد إيه أنا بحاول بقدر الإمكان أطمنها الحياة الصغيرة دي اللي إحنا شايفينها صغيرة هي مصغيرة بس هي محتاجة أنه إحنا نركز شوية ولذلك أول الحضور أنه أنا أعرف أنه فيه حاجة أسمع الحضور إحنا ثلاثة إربع الأوقات الناس بتبقى في بيوتها وهي غايبة مش موجودة في البيت بره البيت أنا أسألكم وإحنا بديتكلمه هو بكل صراحة كم واحد بيبقى في بيته سواء اللي قاعدة في البيت طول النهار قاعدة في البيت طول النهار وحاسة بخنقة فهي موجودة في خنقتها مش موجودة في بيتها هي موجودة في مكان تاني موجودة في أربع حطان فهي مسميها حطان مش سميها بيت مش مسميها سكن ولذلك مش هتنتقل إلى السكينة مش هتبقى هادية مش هتبقى مستقرة هو كمان بيجي عشان في الاخر خالص خايف ان هو ينتقل من هم الشغل الى هم البيت فبيهرب بيهرب لايه؟ بيهرب ويتفرج على المتش عشان يروح يسيب البيت ويكون في المتش بس هو مش حاضر في البيت الحضور يخليك وانت قاعد في البيت بتشوف البيت فيه معاني كتير اول معنى بتشوفه في البيت ان البيت مش حيطان فاول حاجة بتحسها المكان ده مش حيطان وايه لا لو كانت حيطان انت دفعت كل الفلوس اللي انت دفعتها ليه؟ المكان دوت مكان بتنزل فيه رحمة ربنا كل واحد فينا عارف ان البيت ده يا ما نزلت فيه رحمة ربنا المكان ده يا ما نزل فيه ود ربنا يا ما نزل فيه ستر ربنا فلازم نحس ان البيت ده ده مش حيطان ده محل النظر الله وانا لو مشعرتش ان البيت ده محل نظر الله ومحل مدد الله انا مش هقدر اكون حاضر في هذا البيت انا رايح للبيت وانا عندي وعد من ربنا ان ده وجعل بينكم مودة ورحمة ان ده محل المودة والرحمة طب اعيشه ازاي ده؟ اول ما عيشه ادخل البيت باستبشار اول مهارة للحضور ان استبشر ان ادخل البيت مستبشرا ولما هي اتكلمني بالتليفون استبشر احد مهارات بقى احد الاشياء اللي بتوقف امام مهارة الحضور هو المخاوف ان هي لما ترن عليها التليفون اقول خير الله وما اجعله خير اوه الكلام شكله ان انا بطلب الخير بس انا استدعت على طول ان فيه مشكلة ومصيبة فيحصل ايه بقى؟ هيحصل ان انا في الحقيقة ما كونش حاضر ابقى كل اللي بعمله بهرب لكن لما اكون حاضر لما هيتكلمني وتقول لي ده حصل كذا وكذا وكذا اقول لها اطمئن يا حبيبتي عناعمل كذا وكذا وكذا فتحس بايه؟ تحس بنفس الشعور اللي كان بتحس بايه السيدة عائشة ان ايه؟ ان عندها سند لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لما يشوفها يذب الى البيت فما يجدش طعام فيقول اني صائم فهي تحس بايه؟ ده ايه الرجل الطيب الكريم ده فهي لما تحس ان هي خايفة وتحس ان انت بتطمنها تحس ان انت حاضر معاه ولو كنت في شغلك ولو كنت في ايه مكان فالحضور ان انت تسأل نفسك اللي قدامك محتاج لي ايه ودي من اهم الاشياء اللي انت ممكن تكون حاضر بيها معاه وتبقى حاسس ان انت قادر ان انت تعمل ده الحضور كمان ان انت في الحقيقة ما تسيبش حياتك مرتع لمين؟ مرتع للمخاوف والقلق والضيق والحرض اعرف ان الحضور ان انت بتحضر في كل مكان بتوبه انا وفي الاستوديو هنا انا حاضر معاكم غير لما بكون في الشارع انا هنا حاسس ان انتوا بتسمعوني وانا بكلمكم فانا بتكلم مع احبابي مع اصحابي بنتكلم فيه اللي احنا بنحبه فلازم استشعر ان انتوا موجودين ورا الكاميرا اللي قدامي دي لو ما استشعرتش ده انا اتكلم كلام جف وجامد ولا ليه معنى وانا لو ما استشعرتش ان قلب مراتي مشتاء ان هو يسمع كلمة حلوة انا مش عارف اطلع على الكلمة الحلوة فلما طلع على الكلمة الحلوة لا يعنيها مش مصدقة لازم اأكد المعنى ده واقول لها ان الكلام ده حاصل وزاك رسول الله يسألوه من احب الناس اليك يقول عائشة بالله عليكم لما تسمع السيدة عائشة ان هي احب الناس ده رسول الله ايه لا يحصل هتحس ان هو حاضر معها صلى الله عليه وسلم حاضرة في قلبه انا اقول لكم حاجة حتى لما سألت السيدة عائشة وكان بتتكلم على السيدة خديجة فلما لقيتها حاضرة في قلبه عرفت ان الرسول الله من اهل الحضور هيبقى هي حاضرة في قلبه وهو حاضر في قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضر مع اهل بيته في كل شيء ولزاك هو علمنا الحضور علمنا اليوم لما يتكلموا يسمعنا فحاضر مع السيدة عائشة وهي قعدة تحكي عن قصة 11 امرأة وفي الوقت المناسب شوف الحضور والتركيز وفي الوقت المناسب قال كلمته قال لها كنت لكي فافضل نموذج منهم اللي هو نموذج ام زرع وابي زرع كنت لكي كابي زرع لام زرع الا انني لا اطلقه ويبقى حاضر حاضرة النبي يقول لي السيدة عائشة انا حاضر معك ازاي يا عائشة اني لا اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني ساخطة اذا قلت لا ورب ابراهيم كنت عني ساخطة واذا قلت لا ورب محمد كنت عني راضية فحضور حاضرة النبي مع السيدة عائشة حالت له على طول ايه قالت له والله يا رسول الله لا اهجر الا اسمك ده انت بتبقى في قلبي مش اعرف هو ولذلك يا ايه اللي حاصل ابدا يا رسول الله انت مبتغيبش عني الحضور يا سادة مش هيكلفنا كتير بس اقول لكم حاجة الحضور عايخلي حياتنا تستنير الحضور عايخلي حياتنا نشوفها بالالوان الحقيقية الوان النعمة عايز حياتك تبقى مليانة نعمة خليك حاضر وانت لو فقدت الحضور ما تسألش نفسك حياتك بتسترسب منك ليه لان انت مش عايشها عارف الحضور هو اللي بيعمل ايه اللي بينقل الانسان هذه النقلة اللي في قولي تعالى او من كان ميتا فاحييناه واجعلنا له نور يمشي به في الناس الحضور هو اللي بيخليك تمشي في الناس تدخل قولبهم الحضور يا سيدي هو احد اهم ما يتمتع به الناس اللي عندهم كارزم الحضور ده اهم وسيلة من وسائل التواصل مع الناس من اهم وسائل اللي عايش مع الناس تفقد الحضور هم عايشين في حتة وانت عايش في حتة ازاي بقى نبقى عندنا حضور تعالوا بقى ناخد شوية اجراءات كده وشوية حاجات نعملها عشان نبقى من اهل الحضور اول حاجة عشان تكون من اهل الحضور لازم تعرف ان انت مش هتكون من اهل الحضور وحدك لازم تعرف ان الحضور الله سبحانه وتعالى هو الذي يحضرك فلازم طول الوقت تتدرب انت طول الوقت على انك انت بجسدك بفكرك بكلامك بحركاتك محل مدد الله لو انت مش مقتنع بدا مش هتكون من اهل الحضور ولا يمكن تكون من اهل الحضور ولزيك الحضور هو جزء من نعمة الوجود ان فيه ناس بيبقوا موجودين بس مش حضرين وزيك الحضور عارف انت زيك عارف انت البركة مش البركة هي النعمة في النعمة هي النعمة في الرزق هي الزيادة في الرزق الحضور بقى هو الزيادة في الوجود انت مش موجود بس انت موجود وحاضر فيعني ايه موجود وحاضر فيه ناس كتير لما يبقوا موجودين يغيروا ويقسروا في حياة فانت عشان تبقى عندك حاسس بده لازم تحس بان وجودك من عندي مين فلازم تتمرن على الاقل خمس مرات في اليوم ان انت تكون عارف ان انت حاضر بين ايدين مولاك سبحانه وتعالى يعني ايه يعني تقول كده هو تقول كده عشان تحس بالحضور تحس بان انت في نعمة تحس ان ربنا حاضر نوره في لسانك حاضر نوره في تفكيرك لان فيه ناس بيحبوا عايزين يبقوا من اهل الحضور ما يعرفوش فتقول ايه تقف كده وقفات متعمدة تقف وقفات متعمدة في اليوم عشان تتطرب على انك انت عندك مدد تستطيع ان تبقى حاضر به مع زوجتك اول حاجة تقول ايه اللهم اني اعلم انك معي فيا من انت معي اسألك ان تنور بصيرتي ومسمعي حتى اراك دائما معي اللهم اني اعلم انك معي فاسألك ان تنور بصيرتي ومسمعي حتى اتيقن دائما انك معي اشوف ان انت معايا فلما اشوف ان انت معايا لما اجي اقول والله انا هتكلم بالكلمة دي فما خافش فاكون حاسس ان انا هقولها ومش خايف لما ده اول اجراء لازم اعمله طيب تاني اجراء لازم اعمله هو ايه بقى شوية اشياء تتعلق بيا انا وانا بتكلم مع زوجتي وهي بتتكلم وهي بتتكلم مع زوجها تعمل ايه ببساطة خالص ارجوكم اتعودوا وصروا على ان انتوا تبصوا في عينين بعض ارجوكم انتوا قاعدين قربوا من بعض والمسوا ايدين بعض وما فيش مانع ان انتوا تكونوا مقربين وزي ما رسول الله يعني انا بقول ان فيه سنة مهجورة فان الرجالة لما بيعودوا مع الستات والستات لما بيعودوا مع الرجالة لازم يكونوا في حالة احتواء هذا الافتراق وهذا الابتعاد بيخليه الناس مش حاسين بحضورهم فاذا لازم نعمل كده عايزين كمان نتعود ان احنا نتعود الحضور في الكلام فنتكلم بحضور وعنكمل كمان اجراءات الحضور وازاي نبقى حاضرين وازاي نبقى مع بعض دايما في نور رب العالمين ولكن هنكمل هذا الكلام ونتلقى اسئلتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم زي هلال العيد ويوم ورا يوم بعدم الحضور بيبقى ايه اللي حصل العيد ما بيجيش والعيد جاي عايزين تعرفوا عايزين تعرفوا ازاي نبقى مع بعض في العيد لما كل واحد فينا حتى لما بنسافر كل واحد حاطت دماغه في اللابتوب بتاعه او في الموبايل بتاعه وخلاص ما فيش حضور حتى انا بكلمكم دلوقتي في بعض الناس سابوني وراحوا لللابتوب دلوقتي وراحوا للتليفون حضور يا سيدة الحضور ده اكتر حاجة هتحس بمدد ربنا فيه لحياتك الزوجية لما تكون عندك حضور وزيك قلت لكم خمس مرات حاول تكونوا مستحضرين للحضور ده الحضور ده هيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى وقلت لكم خطوا ربنا وقفوا خمس مرات كده وقولوا اللهم يا من أنت إلي ناظر فبحق نظرك إلي اجعلني على الدوام إليك ناظر أن انت تحس بنظر الله إليك بعد كده إيه اللي حاصل قلنا لازم تتدرب بقى على مسألة إيه لازم تتدرب على مسألة الحضور تتدرب في إيه بقى تتدرب كل يوم على أقل تدي لنفسك نص ساعة نص ساعة أنا أكون حاضر فأنت وبتتكلم تحاول تفهم زوجتك زي ما هي عايزة تتكلم تفهمها زي ما بتقول وتعمل إيه بقى فلما تفهمها إيه اللي هي عايزة تقوله لو لو إنت حاسس أن في حاجة إنت تشوشت عليك بسبب أي حاجة وقف الكلام وخليها تعيد الكلام تاني وحاول تفهمه بشكل صحيح نص ساعة تبقى حاضر فيها مع أهل بيتك في الكلام في الحركات حاول تحس بريحة الأكل فتقول لها ريحة الأكل النهار دا كان حلوة عبر عبر عن ما تجده يومي ما تخليش فيه فاصل ما بين أهو الحضور بقى الشخص الشاطر يتعلم بقى في نص ساعة أنه ما يبقاش فاقي فاصل ما بين الحاجات اللي حلوة اللي انت بتشوفها والتعبير أول ما تشوف الحاجة حلوة عبر عنها عبر على طول عبري عن الحاجة الحلوة اللي انت بتشوفيها افتكرتي حاجة حلوة يا كانت أيامنا على طول عبر عبر عن الحلو الشخص اللي عنده حضور بيعبر دايماً عن الحلو تالت حاجة احنا محتاجين شوية خدمات نعملها لأهل البيت أنا باقترح عليك ان انت يبقى عندك ثلاث خدمات لأهل البيت خدمة فيها سماعة لأهل بيتك وخدمة فيها جبر خاطر لأهل بيتك وخدمة تالتة تمتني فيها لحد من أهل بيتك الزوجة تمتني لزوجها وتمتنوا لأولادكم كمان كل ده عاي ساعدكم على ان انتوا تكونوا من أهل الحضور الحاجة الأخيرة أرجوك عشان تبقى من أهل الحضور لازم تتعود الفصل لما تدخل البيت لازم تحس بان انت دخلت البيت أنا بحب خالص ان الواحد لما يدخل البيت هو بيسلم على أولاده يسلم نفسه في البيت يسلم نفسه في البيت يعني ايه؟ ان هو دخل البيت مش معقولة يحس ان ان الكلاب الصهرانة بتاعت الشغل جاي بتجي لوراه ولا يحس ان الشارع بيزدحامه كابس عليه انت قفلت باب البيت على ده كل ده انتهى لو مش قادر حس ان البيت ده اللي خلاك بنيته هو ربنا حسي ان البيت ده اللي ساكن فيه هو نعمة ربنا فلزاك لما تدخلوا البيت اعملوا اللي انا اقول لكم عليه احمدوا ربنا على نعمة البيوت اقولوا الحمد لله على نعمة البيت اعملوا كده وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم الحضور وبعد ما نبهنا على صفحتنا صفحة بالنمج ولا تعسروا اللي احنا دايما بنتلقى عليها اسئلتكم المباركة هنبتدي ناخد اسئلتكم المباركة ويبتدي اول سؤال مع ام مالك ام مالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته احكم السلام وحدكم بخير وحدكم بخير يا رب العالمين مع ليش يا شيخ وانا نية سؤال صغير تفضلي هي والدتي توفت من سنة او سنة ونص رحمها الله الله يرحمها يا رب يا رب دائما للاسف كانت نقصرها في صلاتها طيب ودايما دائما كنت اقول يا رب يهديها وتقوم بالصلاة وهكذا لكن للأسف بسبب تعبها ومرضها كانت تومي يوم وممكن ما تقدرش بقيت اليوم طيب دائما بسأل ربنا يا رب عايز اعرف مكان تقومي عندك يا رب لا يا رب عايز اعرف مكاناتها عندك ايه طيب دا سؤالك فكنت بحلم دائما بيها في الاحلام دائما جاية وتعيزة ومبسوطة وتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا ممتش اولا يا ماما انت كويسة تقولي انا ممتش انا قاعدة ما بينكم وفيكم وما فيش اي حاجة طيب امان الاحلام لي واخوتي وجميع ما حوليت هزا الطريقة فانت مش فاهمة انا فاهمك بقى انا يريد والله يفاهمك بس يا ستي ان شاء الله والدتك تكون عفية عنها ياسوع الناس اللي بيترصدوا يقولوا ان الراجل بيقول هيوقف عن تارك الصلاة مش هي لا هي والدتك كان بتعمل الكلام ده الاسف يعني عن جاه فالله سبحانه وتعالى عمالها باحسانه سبحانه وتعالى وفي الاخر خالص احنا نعمل الاعمال وربنا هو اللي يتصرف فيها فلذلك انت العبادة التي بينك وبين الله الان فيما يتعلق بولدتك هو حسن الظن بالله انه عفى وغفر ورحم ولعل الرؤى اللي انتو بتشوفوها دي تجون من عاجل بشراه يبقى ايه اللي حاصل يبقى انتو كل الحكاة بس تزيء تشيلوا من دماغكم حاجة واحدة بس ان ربنا هيستفرد بيها لا ربنا حسنوا ظنكم في الله يبقى ايه اللي حاصل ان شاء الله هذه الرؤى اللي انتو بتشوفوها لولدتكم تكون من البشرة بان الله عفى وصفح وغفر لان الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير ولعل الله عملها بطيبة قلبها وان هي كانت بتعمل الكلام ده في كتير من الاحيين لجهلها باحكام المرض وجهلها باحكام الوضوء في المرض او جهلها باحكام الصلاة ازاي وهي مريضة فكانت شايفة ان المعاناة اللي عندها اه صحيح الاحكام دي ما تغيبش على ناس عايشين في ديار الاسلام وكده وهي المفروض كانت تسأل وهي المفروض كانت تتعلم بس ربنا كريم ربنا اللطيف ربنا ودود ربنا رحيم الله لطيف بعبادي يبقى ايه اللي حاصل ان شاء الله تكون من عاجل بشرة المؤمن دي وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لها المغفرة والمثوبة الحسنة ويتوب عليها امين يا رب العالمين مستاذة زينة بتتفضل قالو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا فرحة جدا نكلمتها وبحديت بالنمج بتعك اول ربنا يا عزك ويزيدك نور وبرك اللو سلمحت عزك أبهدتك على حاجة اتفضل ايه حكمة الشرع حكمة ربنا في الاب اللي بيتهم بنت وززينة وبرك مش يعني هو اتهاماته باطلة جدا اتهاماته باطلة بدون وزيح وبنته وزبته بيتهمهم من الزنا فأعلى مشكلة وجههم في حياته طيب انا وبرك في نفس الوقت بيتهم ولاده الولادة الرجالة اللي بيشتغلوا عندهم بيوت بيتهمهم بالشواز وبيتهمهم متهمات باطلة جدا عنده كم سنة عنده كم سنة عنده اتنين وستين سنة بس الموضوع ده وصلنا في دماغه بقاله اكتر من عشرين سنة طيب يا ست يعني هو ومسيحنا زوجته عيشة ولا مات زوجته عيشة موجودة وتاخذ منه مواقف وفي اقل مواقف وبياخدها في الطريق وبياخدها في الطريق هي رخرة في مسألة الاتهمات دي هي اول حاجة اول حاجة اتهمها هي الاول يلا بالله انا وش شاف بس يا ستي انت عايزان اقولك ايه حكمه واقولك تعملي ايه طيب لان اتهماته باطلة جدا وما خصلتش وملهاش اي وجود من الاساس سيدة زينب سيدة زينب سيدة زينب انت عايزاني بقى اقولك ايه حكمه وازاي تتعامله معاه صح ازاي نتعامل معاه لان المشكلة تبتدت ان هي هتخرب بيوتنا احنا طيب خلاص اتخليني بقى اجاوب السؤال التاني قبل السؤال الاولى لان ازاي تتعامله معاه بص يا بنتي اول حاجة الراجل ده الاب ده لازم يروح لدكتور نفساني على طول ده عنده حاجة اسمها ضلالات فالراجل ده لازم يروح ودي مشهورة جدا ده مشهور جدا 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 فهو مريض نفسي احنا بس عشان احنا عندنا مشكلة احنا عندنا لا اما الراجل ده راجل ماشي بطال وبيتهم الناس بالماشي البطال لا اما عنده عفريت لا في حاجة تالتة خالص ان الراجل ده مريض نفسي وازاك انا سألتك على طول قلتلك طب وزوك تعمل فيها ايه بيبقى هو دايما شايف ان هما واخدين من الموقف ده عشان هما ناس مش طهرين طب البنات الام وقلنا بتزني والبنات وقلنا بتزني طب ورجالة بيزنوا خلاص لو احنا في صعيد ولا معرفش ايه برضو ده مش ايه قالك يبقى شزوز عوزوا بالله ليبقى الحل هو ايه العرض على الطبيب النفسي في اسرع وقت طب وفي الحالة دي ايه بقى هنحسن ان ليه لانه مريض فهو مريض يحتاج الحكم الشرعي بتاعه انه هو يروح يتعرض على طبيب نفسي بسرعة لان دوت واضح فيه جدا جدا المرض النفسي نعم معانا الاستاذ كريم مساء النور اهلا وسهلا دكتور عمر المخترم الغالي الله يعزي حضرتك ويزيدك نور وبركة يا سيتي عجبني اوى حكتي ان انت بتتكلم عن الاسرة المصرية والموضوع ده واخد حيث كبير من حياتي والله يا دكتور نبني احفظكم يا سيتي واعتمانا يتم التعاون بين معليك والمشيخة والازهر ومس المرأة ودكتور النبيغة مكرم في مؤرسات الفاهم والدور يجبط شوية في مصر لان حالات الطلاق بقت منتشرة الموضوع ده بقى جامد جدا وهدم للأسر والخياة الأقصال وكلام من ده فعجبني اوي حوار معليك النهاردة عن الحضور والأسرة والسعادة يا رب قولي بقى حضرتك انا شكل شكل مداخلتك وانا اطمنك ان في تعاونات كتيرة جدا جدا انا عارف طبعا انا متابع معاكم مع الدكتور النبيغة يعني انا متابع كويس جدا الله يعزي حضرتك قولي بقى يا سيدي ايه سؤال حضرتك سؤالي بقى انا كريم مديا مرتاح اثريا بسيط من فلاحين لكن بحب سيدة زو منصب وجمال يعني ومتأكد من حبها ليه وانا بحبها اكتر من حياتي كلها بس مش قادر ادخل اولها الكلام ده ومش عارف نهاية الموضوع ده ايه وهل يطر كلامي هيزعلها ولا انا ابعد عن الموضوع هي دي بس النقطة لانا كنت محتاج احكيها لك حتى على التليفون الخاص بس دايما ما حبيتش ان انا ازعجك عليه يعني طيب انا اسمعك على التليفون الخاص كمان ولكن خلينا اقول نصيحة في الامر ده بصوا جماعة احنا خلينا بس نقول حاجة مهمة جدا احنا عندنا العلاقات بقت متشابكة جدا جدا في حياتنا دي فلازم نكون عندنا حاجة مهمة جدا تلات حاجات ملكش ده بيوم في العلاقات المبالغة ما تبلغش في وصف شعور حد تجاهك يعني ما تجيش تقول طالما اللي قدامك ما قالكش ان هو حريص على الارتباط بيك ما تقولش ان هو حريص على الارتباط بيك تاني ما دام اللي قدامك ما قالكش انا عايز ارتبط بيك ما تدعيش ان هو عايز ارتبط بيك ليه طيب لان في حقيقة طريق التعبير الناس دلوقتي بقى التعبيرات ملغزة تلاقي حد بيقول لحد الله عليك انت امر فامر عند واحد ثقافته قديمة ده واحد بيغزلني ده ده ميال الى فالفترات اللي بتبقى فترات انتقالية ما بين الثقافات دي ان تبقى ثقافة خالصة للانطلاق في الكلام اللي هو في الحقيقة لازم يتحطله ضوابط فاحنا عندنا سيولة في التعبيرات ما بين الجنسين لازم نعترف وده بيعمل تعليق للبنات اكتر من الرجالة بس كمان فيه تعليق للرجالة كمان وهنا بقى بيدخل دور الصيادين فيه ناس بتحب تلعب وتصطاد فعشان كده بقول اول حاجة ما تحكمش على مشاعر حد ما تحكمش على مشاعر حد ليه طيب لان الله هو الذي يعلم السر واخفة انت متعرفش اللي في النفوس ايه في اللي احنا فيه ده ايه واتبالغ في مشاعر حد ايه واتقول ده ما يال إليه وعايزة تاني حاجة في المشاعر في العلاقات لو سمحتم محدش يحاول بقدر الإمكان يعمل يعمل مغامرات وفتوح عطفية انا الامير والشاطر حسن اللي هيخطى في الاميرة مش ان ده مش موجود لا يا سيدي مين قالي ان الاميرة شايفة ان الشاطر حسن مش شخص مجتهد اه بس انا ما عشي معاه فممكن تسقف له بس ايه مش هتتجوزه وعلى فكرة ده لشعور طبقي ولا اي حاجة ده اختيارات للبشر فخلينا هديين كده وبلاش الاساطير بتاعت الحب نهدي الاساطير شوية ننزل الفوليوم بتاع الاساطير شوية تين تلاتة لان انا شفت يا ما ناس كسر قلوبهم ويا ما ناس عاشوا في مرار وهي اكيد اهلها ضغطين عليها واوهان بقى فبلاش نزل نزل دي تاني حاجة تالت حاجة ببساطة خالص خلينا دايما نقول ان مشاعر شكلها الطبيعي هو خاصة ما بين الاتنين هو الدخول في مسألة الجواز فخلينا واضحين خلينا نعبر بشكل واضح انا عايز اتجاوزك كده بوضوح لكن انا مش عارف مشاعرها وانا متصوم لا 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 يبقى التلات حاجات دولة لا تبالغ لا تبالغ تاني حاجة ببساطة خالص اياك واساطير الحب تالت حاجة لو سمحت خليك واضح وصريح واطلب طلب الارتباط بشكل واضح لان انت لو ما عملتش كده هتبقى المسألة صعبة قوي يبدو ان العلاقات بقت بقت حضرة قوي والعلاقات بقت متشابكة والعلاقات في الحقيقة محتاجة ان احنا ننظر لها بنظرة تانية خالص والله احنا عندنا حاجات كتيرة في العلاقات لازم نشوفها ايه الابواب المواربة وعلاقات الترانزيت وحاجات كتيرة جدا 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 في علاقاتنا بس النهاردة كنا بنتكلم عن شيء ايجابي شيء يرجع تاني الحياة الزوجية يعيد نفس جديد في الحياة الزوجية ويخلي الحياة مختلفة مش بس في الحياة الزوجية في حياتنا كلها بس اهم حاجة ان احنا نرجع تاني عشان البيوت ترجع مليانة بالحياة يا سادة البيوت ده محل نظر الحي في ازاي الحياة فيه ما تتجددش كل ساعة كل نفس خلوكم حاضرين حاضرين بان ربنا سبحانه وتعالى كريم ودود ولطيف واعملوا عبروا لحبيبكم عن حبكم وانظروا في عينكم وعينهم بحب وبشوء هيوصل هيوصل هتحسوا ان في حاجة بينكم بتحصل هذا هو الله هذا الحضور سيجعل الامور تتغير وسيجعل الافكار تتغير واكتر حاجة تحسها لما تكون حاضر ان انت بتقدر تتحكم في مشاعرك لما تبقى حاضر وقادر تتحكم كمان في افكارك فتأتي بالافكار الجميلة وتبعد ان افكار السيئة السوداء يا رب جعلنا دايما من اهل الحضور ويا رب اجعلنا دايما من اللي يعيشوا في مددك ويعيشوا بنورك ويعيشوا حياة مختلفة عن الحياة اللي مليانة وضغوط وتراكمات اجعلنا يا رب نخرج من كل ده من كل الديق ده الى وسع نعمتك وفضلك اللي بنعيش بيها في بيوتنا لما نكون من اهل الحضور نجبر الخواطر وكمان نسعد وكمان نسعد اجعلنا يا رب دايما من اهل الحضور عشان نعيش دايما في النور في حضرة الغفور يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا دائما نذوق نعمتك بالحضور في كل وقت وحين اجعلنا يا رب العالمين 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 اجعلنا يا رب العالمين